الناس بتفكر في ايه? جو النادي الاهلي هنا في ايه? بيفكروا في ايه لمستقبل النادي وبيفكروا في ايه لمستقبل الفرقة أنا حقول له حضراتكم الاهلي تقريباً قأفل كل حاجة في أفرقيا كل حاجة خلاص اتخذت دوري ابطال أفرقيا وخدت الكنفدرالية قبل كان المثالة هناك بطولة الاهلي شارك فيها في تاريخه ما يخذهاش اي بطولة الاهلي كان موجود فيها كمنافس فازها خلاص موجودة في الدولايب عندنا في النادي موجودة في الدولاب ناس إيه بس كاس العالم هل موضوع كاس العالم ده بعيد؟ لا مش بعيد هل أنا كده بزود طموح جمهور الأهلي قوي؟ لا مش بزوده هو ده موجود أصلا في أزهان الجمهور الأهلي هم عايزين البطولة دي عايزين بطولة دي هل اللي نحن نتكلم فيه ده صعب؟ هو صعب المنافسة فيها صعبة جدا من لعب مستويات مش طبيعية مستويات عالية جدا لكن مستحيل مش مستحيل عند النادي الأهلي وجمهورهم مفيش مستحيل هتحاول هيحاولوا مسؤولين أنا بحاول دايما أقول إيه؟ كل عناصر المنظوم مسؤولين جهاز فني لعبين هيشتغلوا على الموضوع ده هل لو هم منجحوش أن هم يجيبوا كاس العام لأندية في يوم الأيام أو يجيبوا مدالية في الضية في يوم الأيام يبقوا هم فشلة؟ لا إطلاقا هل هيبقى كده القصة يعني دي الناس ما عارفوش يحاول لا طبعا لأن إحنا بنتكلم في مستوى منافسة عالي جدا بس عشان توصل إلى المستوى ده حيبقى فيش جهول كتير جدا الناس هنا بتفكر في النادي أن هم يوصلوا للهدف ده في يوم الأيام بإذن الله واحد أحد الأهلي حيوصل إلى نهائي كاس العالم مش عايز أقول لك إن أخذ البطولة وممكن بس هتشتغل على كده كتير هتأخذ مجهود وتعب كتير والناس حريصة أن هي تعمل المجهود ده وحريصة أن هي تحقق إنجاز غير مسبوق إطلاقا عشان تبقى أنت بقى إيه كل بقى يعني يخلقوا لنا بطولة تانية نحاول ننفس فيها عشان الأهلي يكسب فدي جزئية مهمة كتير يعني برضو في جزئية مهمة أوي أوي